شدد الشعب الفلسطيني بطريقة خلاقة في نضاله أمام العدو المتفوق ولذلك ما حصل في قطاع غزة ألاف من الفلسطينيين أسر عائلات أطفال نساء كهول سياسيين ناس عاديين توجهوا نحو السياج بين طرفي الحدود حدود 48 حدود 67 هادفين للإعلان عن هذا الموقف لتحقيق أربعة أهداف الهدف الأول يريدون أن يقولوا أننا محق العودة يريدون إحياء حق العودة قرار الأمم المتحدة 194 حقهم في العودة إلى الليد ويافة والرملة وحيفة وعكة وصفض وبئر السبع واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها الهدف الثاني هو رفضهم للحصار الجائر المفروض عليهم ثلاثة التضامن مع شعبهم الفلسطيني في مناطق 48 أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة الذين فجروا أول ثورة شعبية في مناطق 48 في مثل هذا اليوم قبل 42 عام والهدف الرابع أنهم يرفضون هذا الانقسام هذا الانقلاب هذه الشرذمة بين الضفة الفلسطينية وقطع غزة بين فتح وحمد ترجمة نانسي قنقر